صار واضحا لديكم كيف أن حوزة النجف وكيف أن مراجع النجف وكيف أن مفكري النجف وخطباء النجف كيف أنهم يفكرون وكيف أنهم يعتقدون مضمونهم العقائدي وعلاقتهم العقائدية بإمام زمانهم صارت واضحة لديكم من زمان شيخهم الطفسي إلى يومنا هذا وكل ذلك قد عرضته بين أيديكم بالحقائق والوثائق هذه حجة عليكم كي لا تتبعوا هؤلاء في دينهم كي لا تأخذوا عقيدتكم منهم لأنهم سيأخذونكم إلى الضلال أقرأ عليكم جانباً من حديث إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه وهو يعرفنا بمواصفات ومنازل هذه الإمام المعصوم إمام زماننا إمام كل زمان من الأزمنة المتقدمة هذه مواصفات رسول الله هذه مواصفات أمير المؤمنين هذه مواصفات الصديقة الطاهرة هذه مواصفات الحسني والحسين هذه مواصفات التسعة المعصومين من ولد الحسين هذه مواصفات قائم آل محمد هذا هو الإمام المعصوم الحديث طويل طويل وقد شرحته شرحته كاملاً في سالف الأيام شرحته كاملاً وبشكل مفصل أكثر من مرة فيما تقدم من السنين ولكنني أخذت العديد من مقاطعه وشرحتها في برامجي المختلفة سأأخذ جانباً من هذا الحديث الرضوي الشريف أقرأ عليكم من الجزء الأول من الكاف الشريف وهذه الطبعة طبعة دار الأسوة طهران إيران الحديث الرضوي يبدأ في صفحة 222 باب نادر جامع في فضل الإمام وصفاته إنه الحديث الأول بسنده عن عبد العزيز بن مسلم قال كنا مع الرضا صلوات الله عليه الحديث طويل إمامنا الرضا يقول في جانب من هذا الحديث الشريف فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام حتى يتحدث هؤلاء بهذا الهزال وبهذا السخف فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره لأن الذي يمكنه اختياره لابد أن يكون عارفا بالخلائق طرا وعارفا بحقيقة الإمام وحينئذ يستطيع أن يختاره فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات 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 هذا التعبير يستعمل لاستبعاد الأمور واستحالتها لا يمكن أن تتحقق فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات ضلت العقول ضلت العقول إذا وصلت العقول إلى فنائه ضلت ضلت تساقطت كل حساباتها وانحرفت كل تصوراتها ضلت العقول والعقل هو أعلى مستوى من مستويات الإدراك عند الإنسان أعلى مستوى من مستويات الإدراك عند الإنسان الطبيعي عند الإنسان الذي ليس مصابا بالأمراض النفسية والعقلية والجسدية التي تؤثر على العقل والنفس ضلت ضلت العقول وتاهت الحلوم الحلوم هي مرتبة أعلى في مراتب العقول بعد أن تكون العقول قد أشبعت علمه فقد يكون العاقل عاقلا لكن علمه قليل فهذا العاقل الذي يكون علمه قليلا لن يكون حليما بتمام معنى هذا الوصف إذا ما وصف بالحلم سيكون الوصف وصفا متسامحا فيه الحلوم هي العقول التي أشبعت علما في الكافي الشريف لما نأتي إلى الصفحة الثالثة والخمسين باب صفة العلماء الحلم يفترض أن يكون قرينا للعلم للعلم الحقيقي هكذا يكون التكامل في العلماء الحديث الأول لا أريد أن أقرأ الأحاديث بكل تفاصيلها وإنما أذهب إلى موطن الحاجة فقط فيما يرتبط بعلاقة العلم مع الحلم إمامنا الصادق يقول أطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار فالحلم قرين العلم الصادق هكذا يقول أطلبوا العلم وتزينوا معه بالحلم والوقار من الباب نفسه في الصفحة الرابعة والخمسين الحديث الرابع عن إمامنا الرضا إن من علامات الفق والفق هو العلم الفق هو علم القرآن وعلم حديث العترة هذا في ثقافة أهل البيت الفق الآن يطلق على الفتاوى والأحكام الفتاوى والأحكام في حاشية الفق الفق هو حقائق القرآن وحقائق معارف أهل البيت إن من علامات الفق الحلم وصمت هناك اقتران ما بين الحلم والعلم في الصفحة الخامسة والخمسين من الباب نفسه عن إمامنا الصادق يقول كان أمير المؤمنين صلوات الله على أمير المؤمنين وعلى الصادق المصدق إمامنا الصادق يقول كان أمير المؤمنين يقول يا طالب العلم إن إن للعالم ثلاثة علامات العلم والحلم والصمت هذه علامات العالم الإمام يتحدث عن العالم الحقيقي لها عن سفهاء النجف هؤلاء ما هم علماء العلماء علماء قرآن محمد وآل محمد علماء حديث العترة المفهم بقواعد تفهيمه هؤلاء هم العلماء لا أولئك الذين يكرعون في قذارات ونجاسات العيون الكدرة الناصبية يا طالب العلم إن للعالم ثلاث علامات العلم والحلم والصمت وهذا الأمر في الإنسان هو مظهر من مظاهر اقتران العلم والحلم في صفات أئمتنا وفي صفات الحقيقة المحمدية وفي صفات الله سبحانه وتعالى نحن نقرأ في هذه الليالي في دعاء الافتتاح الدعاء المروي عن الناحية المقدسة أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان ماذا نقرأ في هذا الدعاء الحمد لله على حلمه بعد علمه هذه حقيقة اقتران الحلم مع العلم الحقيقي له مع السفاهة التي عند مراجع النجف الحلم هذا غير الحلم الذي قد يكون متوفرا عند جاهل من الجهلاء هذا حلم يكون فيه العقل في أعلى درجاته بعد أن يكون العقل قد أشبع بالعلم وكل هذا وكل هذا مظهر أصله هنا الحمد لله على حلمه بعد علمه أعود إلى حديث إمامنا الرضا ضلة العقول وتاهت الحلو ضلت اختلطت أدلتها وتساقطت حججها فما بقي في يدها شيء تستطيع أن تستدل أو أن تصل من خلاله إلى ما تبغي ضلت العقول وتاهت الحلوم وأما التيه فإن الحلوم برغم أن أصحابها قد تشبعوا بالعلم وقعت الحلوم في متاهة في حيرة من أمرها لا تعرف من أين تبدأ ولا تعرف أين تنتهي وتلك هي المتاهة ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب الألباب جمع للب واللب أعلى من الحلم إنه زبدة العقل حينما يكون العقل مشبعا بالعلم الحقيقي ويصل العقل إلى أعلى مراتبه إلى مراتب الحلوم إذا ما أطال التفكر والتدبر وذهب في التمع والتفهم وغاص في دقائق الأمور قطعا مع التوفيق فإن العقل سيصل إلى هذه الدرجة هذه خلاصة العقول لباب الأشياء خلاصتها حين أقول لباب الحليب زبدة الحليب لبابه زبدته النقية الصافية لبابه حين أأخذ فاكهة الرمان وأستخرج عصيرها المركز النقية الصافي لباب الرمان اللباب اللباب الخلاصة الصافية اللب خلاصة العقول والحلم ومن هنا جاء الترتيب هذا الترتيب لم يأتي جزافا الرواية ضعيفة هذه بحسب الخوع بحسب محمد باقر الصاد بحسب السيستان هذه رواية ضعيفة السنة بهذا الغباء وبهذه السفاهة وبهذه الجهالة بموازين علم الرجال وموازين علم الكلام غطسوا في جاهليتهم ولم يعرفوا إمام زمانهم لأنهم ينكرون هذه الأحاديث يضعفونها ولا يجعلونها أساسا لمعرفة إمام زمانهم هذا هو منهج حوزة النجف أنا لا أكذب عليهم هم يتابعون برنامجي هذا صدقوني بشير النجف الذي عرضت قبل قليل الفيديو الذي يتحدث فيه هو يتابع البرنامج مع تلامذته يتابعه وبقية المراجع كذلك جميعهم يتابعون هذا البرنامج أنا لا أكذب عليه الذي أتحدث به هو حقيقة دينه وحقيقة معرفتهم لإمام زمانه هذه هي عقائده ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئة العيون خسئة العيون أن تقترب من فنائه هذا التعبير هو هو تعبير القرآن في سورة الملك في الآية الثالثة والرابعة بعد البسملة الذي خلق سبع سماوات طباقة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت التفاوت هو الفساد هو الاختلال هو عدم التناسب والاتساق في هندسة الكون وفي نظام العلائق بينما خلقه سبحانه وتعالى هذا هو التفاوت الذي خلق سبع سماوات طباقة ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور الفطور هو العيب هو النقص هو الخلل فارجع البصر هل ترى من فطور كرر النظر وكرر التدبر وكرر التدقيق هل في خلقه من نقص في نظامه فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين وكرر ينقلب إليك البصر خاسئا ذليلا وهو حسير وهو حسير في حالة من الانقطاع في حالة من الفشل من عدم القدرة على أن يأثر هذا البصر وهذا النظر على عيب في دقة صناعة هذا الكون الذي خلق سبع سماوات انطباق سبحانه وتقدس وتنزه ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير خاسئا ذليلا منكسرا لأنه لم يدرق شيئا وخسئت العيون خسئت خسئت العيون أن تقترب من فناء معرفته من عرفنا فقد عرف الله فهل تقترب العيون من فناء معرفة الله لا تدركه الأبصار فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره هيهات هيهات ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وماذا بعد يا أبا الحسن الرضا وتصاغرت العظماء هل هناك من عظماء يصفون بالعظمة عظمة الإنسان في عظمة عقله في عظمة علمه في عظمة أخلاقه في عظمة ظاهره وباطنه عظمة عظمة العظيم من بني البشر هي هذه التي حدثتكم عنها وتصاغرت العظماء هؤلاء العظماء تصاغروا حينما وجهوا أنظار عقولهم إلى فناء إلى فناء معرفة إمام زمانهم تصاغروا تصاغروا هذا التعبير تصاغروا أي أنهم أخذوا ينكمشون شيئا فشيئا التعبير ضلت العقول هذه دفعة واحدة وتاهت الحلوم هذه دفعة واحدة وحارة الألباء كذلك وخسئة العيون كذلك مرة واحدة ولكن حين يأتي التعبير وتصاغرت العظماء هذا يعني أنهم يصبحون صغارا فأصغر 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 تصاغر تفاعل وتصاغرت العظماء وماذا بعد وتحيرت الحكماء ما قالت الرواية وحارت الحكماء لحظوا الدقة في التعابير ألا لعنة على حوزة النجاف ألا لعنة على علم رجالها ألا لعنة على علم كلامها لاحظوا الدقة في التعابير حينما كان الحديث عن العقول والحلوم والألباب والعيون جاءت التعابير في مستوى واحد ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون لما جئنا إلى الآدميين إلى أصحابها تغير الكلام وتصاغرت العظماء لأن العقول والحلوم والألباب والعيون وسائل الذي يستعملها من صاحبها هم العظماء والحكماء ولذا فهي تضل تتيه تحير تخسأ أما هم لأنهم يستعملونها وبنحو مكرر فكلما استعملوها كلما تصاخر العظماء والحكماء تحير لاحظوا التعبير عن الألباب لأنها وسيلة وحارة الألباب لكن أصحاب الوسيلة وتحير الحكماء يعني هم في حيرة بعد حيرة مثلما العظماء في صغار بعد صغار الصغار هو المهانة إنها مهانة العظمة عند العظماء الحقيقيين أية عظمة عندي أو عندكم تتلاشى عظمتنا إن كان عندنا من عظمة تتلاشى عظمتنا في فناء إمام زماننا عبدك وابن عبدك وابن أمتك آبائي عبيدك يا ابن رسول الله وأنا وأبنائي عبيدك يا ابن رسول الله أمهاتي وجداتي إماؤك يا ابن رسول الله وبناتي ونسائي إماؤك يا ابن رسول الله عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق يا بقية الله و التارك للخلاف عليكم الموالي لوليكم و البراء من أعدائكم هذا هو عبدكم الحر العامل في بيت يخاطب أمير المؤمنين يتحدث عن أمير المؤمنين و إني له عبد و عبد لعبده و إني له عبد و عبد لعبده و حاشاه أن ينسى غدا عبده الحر نشير إلى نفسه الحر العامل هو محمد بن الحسن العامل لقبه الحر معروف من أنه من أحفاد الحر الرياحي شهيد الطفوف هكذا يُعرف عن هذه الأسرة في جبل عامل آل الحر من أنهم من أحفاد الحر الرياحي إنه صاحب الوسائل محمد بن الحسن الحر الحر الحكماء هم الذين تنورت قلوبهم إمامنا الرضا لا يتحدث عن النواصب هنا إنه يتحدث عن شيعته عن أوليائه العظماء هنا هم عظماء شيعته من هم الذين نصفهم بالعظماء من الشيعة العظماء من الشيعة هم الأقرب إلى إمام زماننا هؤلاء هم عظماء الشيعة إن كانوا من الرجال أم كانوا من النساء إن كانوا من الشباب أم كانوا من الشيوخ أقرب الناس من الشيعة إلى إمام زماننا هؤلاء هم العظماء وإذا أردنا أن نشخص مصداقا واضحا لهؤلاء العظماء أنصار حسين شهداء الطفوف هؤلاء هم العظماء الذين نسلم عليهم في زياراتهم ونخاطبهم من أنهم طاهرون من الدنس هذه هي العظمة وإنما صاروا طاهرين من الدنس ليس لأجل سواد عيونهم لأنهم صاروا قريبين من حسين من مصدر العظمة في دعاء في دعاء السحر الذي يقرأ في هذه الليالي اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيمة اللهم إني أسألك بعظمتك كلها أعظم عظمة الله أين تجلى تجلى في محمد وأهل محمد نحن هنا لا نتحدث عن ذات الله ذات الله ليس فيها مراتب للعظمة لأن المراتب تعني التركيب وذات الله ليست مركبة اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها أعظم العظمة محمد وآل محمد فمن صار قريبا منهم صار عظيما لأنهم أعطونا هذا الضمان من لزمنا لزمنا هذا ضمان وضع من محمد وآل محمد صلوات الله عليهم من لزمنا لزمنا فمن لزم أعظم العظمة صار عظيما هؤلاء هم العظماء من هم العظماء سلمان الفارسي مثال واضح من العظماء جابر الجعفي مثال واضح من العظماء هؤلاء هم العظماء هؤلاء هم الذين تضل عقولهم وتتيه حلومهم وتحار ألبابهم وتخسأ عيونهم وي يتصاغرون 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 ليس صغرا صغارا صغارا فرق بين الصغر والصغار يتصاغرون صغارا وليس صغرا صغرا الصغير يقابل الكبير أما الصغار الصغار المذلة والمهانة وخسئة العيون العيون خاسئة عيونهم خاسئة ذليلة وعظمتهم مهانة وتصاغرت العظماء حينما يتوجهون بعقولهم وحلومهم وألبابهم وحتى إذا ما توجهوا ببصائرهم تتصاغر عظمتهم لا أقول عند الإمام وإنما أقول تتصاغر عظمتهم عند أفنية الإمام وليس في فنائه الخاص وإنما في الأفنية التي تحيط بفنائه الخاص هكذا يريد منا أئمتنا أن نعرف إمام زماننا قارنوا قارنوا بين هذا الذوق وبين السفاهة التي سمعتموها من مراجعكم وعلمائكم السفاهة قارن قارن نذهب إلى فاصل وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء دخلوا في حيرة بعد حيرة من هم هؤلاء الحكماء الذين أخلصوا لله وتفجرت ينابيع الحكمة من قلوبهم على ألسنتهم هؤلاء هم الحكماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء تقاصرت شيئا فشيئا في كل مرة يزداد نقصهم ويزداد انكماشهم يتقاصرون ينكمشون شيئا فشيئا وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء الخطباء الذين هم خطباء بحسب الإمام الرضا لا بحسب مراجع النجاف لا كهؤلاء الذين عرضتوا لكم ما عرضتوا من تسجيلاتهم أو من فيديواتهم وحصرت الخطباء 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 كما يأتي هذا المعنى جميلا في عينية ابن أبي الحديد المعتزلي يخاطب أمير المؤمنين أنا في مديحك الكنون الكنون لا أهتدي أنا في مديحك الكنون تتوقف القدرة على الحديث أنا في مديحك الكنون الكنون لا أهتدي وأنا الخطيب الهبزري المسقع أنا في مديحك الكنون الكنون لا أهتدي وأنا الخطيب الهبزري المسقع إمامنا الرضا يتحدث عن مثل هؤلاء لا عن مثل هؤلاء المضحك الذين عرضتوا ما عرضتوا من أحاديثه هؤلاء مسخر مسخر ومهزل يضحك عليهم الوهابيون والنواصب يضحك عليهم شباب الشيعة حينما يستمعون إليهم ويشاهدون تسجيلاتهم وما يبثون مما يقولون إن كان عبر الفضائيات أو عبر الشبكة العنكبوتية وحصرت الخطباء حينما يكون الخطيب في مثل هذه الحالة يكون عاجزا عن الكلام ليس قادرا أن يرتب العبائر لماذا لماذا لأنه لا يملك صورة في ذهنه ليس هناك من صورة لذا فهو ليس قادرا أن يرتب العبائر عن أي شيء يتحدد فعقله في حيرة ومن هنا تصيبه هذه الحالة وحصرت الخطباء وجهلت الألباء مر علينا معنى اللب خلاصة العقل في أعلى مراتبه خلاصة العقول والحلوم وجهلت الألباء ليس هناك من علم ومن مجال للتعلم أبدا فإن الألباء قد غطسوا في جهلهم وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء سأعود إليه في حلقة يوم غد وكلت 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 الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن أي شيء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله وأقرت بالعجز والتقصير وكيف يوصف بكله وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره كيف يكون ذلك يا حوزة النجا يا حوزة السفاهة والغباء كيف تعرفين إمامك وما هذا بشيء من معرفة إمام زماننا هذا وصف لحال الشيعة فإنني لست في مقام الحديث عن معرفة إمام زماننا أنا أقرأ الحديث الرضوي هذا وهذه العبائر تتحدث عن خيبتي وخيبتي أمثالي حينما تضل عقولنا وتتيه حلومنا وتحار ألبابنا وتخس أحيوننا ونتصاغر إذا كنا من العظماء ونتحير إذا كنا من الحكماء ونتقاصر إذا كنا من الحلماء كل هذه القدرات هي قدرات عاجزة عن أي شيء عن وصف شأن من شأنه شأن واحد أو فضيلة من فضائله وحق الحسين هذا الكلام في حاشية بعيدة عن فناء معرفة إمام زماننا عرفتم الآن لماذا أقول لكم لا تأخذوا دينكم من مراجع النجا هؤلاء جهال جهلاء جاهليون لا يعرفون إمام زمانه عرفتم الآن لماذا أقول لكم لا تأخذوا دينكم من خطباء المنبر الحمير لأنهم حمير لأنهم حمير إذا كان العظماء الحقيقيون يتصاغرون والحكماء الحقيقيون من أولياء أهل البيت يتحيرون والحلماء الحقيقيون يتقاصرون فما قيمة هؤلاء الأغبياء السفهاء الغاطسين في قذارات النواصر ما قيمة هؤلاء هؤلاء لا يستطيعون أن يعرفوا إمام زمانهم ولذا أقول لكم دائما طعامهم حرام ابحثوا عن الطعام الحلال أتحدث عن طعام العقول والقلوب طعامهم نجس حرام ابحثوا لكم عن طعام نظيف محلل طيب لعقولكم وقلوبكم ومن هنا بسطنا لكم مائدة القمر فأهلا وسهلا بكم إذا كنتم تريدون أن تطعموا من طعامها وقت الحلقة انتهى نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي نكمل ما لم نكمله في هذه الحلقة أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله ترجمة نانسي قنقر